اذا اردت ان تحصل على محبة الله هناك شرط اساسي ايها الاحبة طبعا العمل الصالح الصلاة كل العبادات ولكن هناك شرط اساسي قبل كل هذا ما هو قل ان كنتم تحبون الله طيب نحن نحب الله عز وجل انا احب الله ازعم انني احب الله عز وجل طيب متى يحبني الله لنقبل الآية فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان توليتم فان الله لا يحب الكافرين سبحان الله كأن هذه المعادلة تريد ان تقول لك ان الشرط اتباع النبي وطاعة النبي هي شرط حب الله لك لا يكفي ان تقول انا احب الله لا يكفي ايها الاحبة قل ان كنتم تحبون الله ما هو الشرط فاتبعوني اي اتبعوا هذا النبي في كل ما جاء فيه في اخلاقه والسلوكه واعتقاده وصبره وحلمه وأخلاقه العالية وتواضعه وإكرامه للناس وتحمله لأذى الآخرين ودعوته الى الله عز وجل ينبغي ان تتبع هذا النبي في كل ما جاء فيه فاتبعوني يحبكم الله يعني اذا اتبعت سنة هذا النبي سوف يحبك الله من اغرب ما ظهر في العصر الحديث من يقول عليك بالقرآن فقط اين سنة النبي كيف اتبع النبي بمعزل عن القرآن يعني الله تعالى يأمرني يقول لي قل يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قلنا ان كلمة قل دائما تجعلك تتخيل هذا الحبيب امامك تتخيل ان محمد صلى الله عليه وسلم يقف بيننا الان هل تقول له انا لا اقبل كلامك ثم تدعي انك تتبعه هل تقول له انا اكتفي فقط بالقرآن اذا ما معنى فاتبعوني النبي عليه الصلاة والسلام له الكثير والكثير والكثير من التعاليم هذه التعاليم حقيقة هي شرح للقرآن هي لا تناقض القرآن ايها الاحبة ولا تخرج ولا سنتمتر خارج القرآن هي شرح واضح لكتاب الله بالنتيجة اذا النبي هو يعني مهمته ان يبين لنا الذكر يبين لنا القرآن يشرح لنا القرآن يبين لنا التطبيق العملي انا كيف اعرف التطبيق العملي انا لدي يعني كتاب هو القرآن ولكن الكتاب هو القرآن هو كتاب نظري نحن نعلم في العلوم الحديثة انك اذا قرأت الكتاب الاف المرات لا يمكن ان تحصل على التطبيق العملي الا اذا رأيته بعينك فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل في منهجه وحياته وسلوكه وما قرره من فعل او قول او عمل مثل لنا التطبيق العملي لذلك قال الله سبحانه وتعالى لم يقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا هذا القرآن لو كان كلام من يدعي انه ليس من الضروري ان نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان صحيحا لقال القرآن قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا القرآن يحببكم الله لماذا قال فاتبعوني يريد ان يضع هذا النبي مصبع عينيك في سلوكه وحياته ومنهجه وصبره وأقواله وأفعاله وتواضعه كل حياة هذا النبي ينبغي ان تتخيلها امامك فاتبعوني ما هي النتيجة يحببكم الله ويضيف شيء اخر ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل اطيعوا الله والرسول يعني انظروا ايها الاحبة لم يقل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول في هذه الاية بالذات يريد ان يؤكد لك على الاتباع المباشر للنبي قال قل اطيعوا الله والرسول جملة واحدة كأنك اذا اطعت النبي في اي امر هي طاعة لله من يطيع الرسول فقد اطع الله مباشرة اي حديث نبوي بمجرد انه ثبت وصح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان فرضا وواجبا علينا ان نتبعه لنحصل على محبة الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل اطيعوا الله والرسول طيب ما هي النتيجة اذا لم تطيعوا الله ولم تتبعوا هذا النبي الكريم في سنته وتأخذوا بهذه السنة فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين انظروا الايتين مليئتين بالمحبة ايها الاحبة اله عظيم في جبروته وعظمته رب العرش العظيم سبحانه وتعالى يخاطب كافر او ملحد لا يساوي شيئا في ملك الله يقول له فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين انظروا الى الخطاب الرحيم خطاب مليء بالرحمة انت عندما تداعب طفلك الصغير ولله المثل الاعلى احب فقط ان نتصور معنا ايها الاحبة تقول له ان لم تفعل هذا الشيء انا لا احبك خطاب حتى مع الكافر كان الله رحيما سبحان الله يعني تصوروا يؤذون النبي يستهزئون بالنبي وينكرون سنته ويحاربون الاسلام ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين والله ايها الاحبة اذا تعمقنا في هتين الاياتين نجد فيهما منتهى الرحمة ومنتهى العطف من الله والله يريد الخير لعباده لذلك دعوني اختم واقرأ الايتين الكريمتين ونحفظهما رجاءا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة